إلى هذا الخبر العاجل المشاهدين الكرام حيث أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإسعلامات أعلن نفي مصر القاطع والتام لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشيد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة وذلك في حالة تهجيرهم قصريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع وأكد رشوان أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعت فيه لأي تهجير قصري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه خصوصا للأراضي المصرية لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر لسيادة والأمن القومي المصريين وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة أضاف رشوان أن مصر بموقفها الثابت والمعلن والصريح حادة لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه وتعت انتباعا يروج البعض له تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية فهي تعد جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها بل على العكس تماما حيث ستتخذ مصر كل ما يجب عملي من أجل وقفي ومن يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها وعشر الرئيس الهيئة العمال التي استعلمت أيضا إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة موضحا أن مصر لديها بالفعل ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها